تجربة صينية وصفت بالنادرة لصاروخ باليستي عابر للقارات هذه المرة فوق المحيط الهادئ الساحة الحامية لإصراع الأمريكي الصيني الصاروخ يحمل رأسا حربيا وهميا أطلق باتجاه أعالي البحار في المحيط الهادئ ودون تحديد مكان سقوطه ولا حتى طبيعتها أفادت الصين بسقوطه بالمنطقة المحددة لكنها أكدت رغم الغموض أن التجربة تتماشى تماما مع القانون والممارسات الدولية اشتركوا في القناة